تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أواني ولدهر الداهرين أمين في هذا اليوم العظيم يوم السبت العظيم المقدس الذي فيه استراح ابن الله بالجسد من كل أعماله كما تقول التربارية التربارية الظوكسة التي نرتلها يوم الجمعة العظيم مساء يعني هي خدمة الصحر في يوم السبت العظيم المقدس نقول فيها ما مضمونه أيها المسيح لقد كنت في القبر بالجسد وفي الجحيم بالروح وفي الفردوس مع اللص وعلى العرش مع الآب ما لأن الكل أيها المسيح المنزه عن أن يكون مائتا لأن المسيح هو ابن الله الحي الأزلي الذي لا يموت هو ماطي الحياة قد صار إنسانا جسده بقي في القبر وروحه البشرية نزلت إلى الجحيم وطبيعته الإلهية متحدة بالجسد ومتحدة مع الروح طبيعته الإلهية أبقت الجسد معافا غير قابل للفساد وهي متحدة مع روحه أيضا نزلت إلى الجحيم هناك لكي تخلص الذين في الجحيم من قبضة الموت لكي تعيد الحياة للناس كما قلنا أن بشارة القديس متى تقول أن القبور تفتحت وقامت أجساد القديسين ودخلوا إلى المدينة يعني القيامة حققت بموت المسيح على الصليب بنزوله إلى الجحيم إذا كان يوم الجمعة هو اليوم الوحيد في السنة التي لا نقيم فيها القداس الإلهي لا نقيم ذبيحة لأن المسيح هو فسحنا وقد ذبح من أجلنا لذلك الذبيحة يوم الجمعة هي ذبيحة المسيح على الصليب يوم السبت يوم السبت نقيم القداس الإلهي وفيه نذكر أن المسيح كرزة كما يقول القديس بطرس كرزة للأرواح التي في السجن يعني نزل بشر بالخلاص ويحقق لهم الخلاص اللي بشر بالخلاص الآتي هو يحنى المعمدان مثل ما بتقوله التربارية تبعه أنه كما كان سابقا للرب مقوما مسالك الناس مهيئا للرب شعبا مستعدا نزل إلى الجحيم وبشر آدم وحواء وكل ذريتهما بقرب الفداء وبتحقق الخلاص في المسيح ابن الله لذلك كانت كل أرواح الأبرار التي قبض عليها الشيطان في الجحيم قديما تنتظر بفارغ الصبر تحقق الفداء في المسيح يسوع والمسيح دل على هذا السبت العظيم المقدس في العهد القديم بأن طلب موسى من الشعب أن يقدس السبت بس مثل ما بتقول التربارية كل السبوت تأخذ كرمتها من هذا السبت العظيم المقدس وقال لهم في هذا اليوم أن هذا اليوم هو للرب حتى تتأمل بكلمة الله وبتدبير الله والسبب أنهم في هذا اليوم يشاهدون ابن الله في الجسد وقد سبت واستراح من كل أعماله على أنه الله في ألهيته يتوقف عن العمل وعن العناية بالخليقة أبدا الرب يعني إذا بيوقف عنايته بالخليقة بيبطل في خليقة ولكنه استراحة بالجسد من كل أعماله هذا هو السبت الحقيقي اللي كل السبوت كانت تأخذ كرمتها منه فيه استراحة ابن الله وفيه حقق الحياة للذين قبض عليهم الجحيم بيقول بولوس الرسول أنه كل الخليقة بقيت تحت العبودية مخافة من الموت لأنه الإنسان اليائس الذي ليس عنده رجاء أنه شو بيخلصنا من الموت لا نستطيع أن نتحرر من الموت إذن نبقى عبيدا للخطيئة لأنه يعني إن فعلنا الإثم وإن فعلنا البر الموت قابض علينا وليس لنا خلاص فليش لحتى نحرم حالنا من ملذات هذا العالم مثل ما بيقول بولوس الرسول أهل كورينثوس أنه لو إذا ما في قيامي فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت والناس خوفا من الموت بقيوا طيلة حياتهم تحت العبودية للشيطان وللإثم وللخطيئة المسيح نزل إلى الجحيم ليحرر من هناك الأبرار الذين صدقوا وعد الله وثبتوا على الإيمان بكلمة الله وكانوا ينتظرون الخلاص الذي وعد الله به آدم وحواء وكل ذريتهما من بداية التكوين نسميه السبت العظيم وفيه نقيم خدمة النور فيه يفيد النور المقدس من قبر المسيح مثل بطرس الرسول لما ذهب إلى القبر وراء النور هناك انذهل ومثل ما النسوة حاملات الطيب ذهبنا إلى القبر وكان ممتلئ نورا والملائكة في الداخل منيرين وبالولوان أنتنا تطلبنا يسوع الناصري المسلوب لقد قام ليس هو هاهنا وكل سنة بقبر المسيح في أوروشالين يفيد النور المقدس منذرا بالقيامة الحقيقية الكنيسة تؤمن أن القيامة حاصلة بموت المسيح ولكن القيامة تعلن في صباح الأحد ويوم السبت لما بفيد النور لكي ندرك أن الجالسين في الظلمات وظلال الموت أشرق عليهم نور نور المسيح أضاء في الجحيم وبدد العتمات التي هناك لم يعد هناك من ظلام وما بقى في سلطة للموت هذا معناته السبت العظيم المقدس أن هيبة الموت قد سقطت وإعلان القيامة بات وشيكا آمن بالرب وابقوا على هذا الإيمان المسيح لو لم يكن إلها متجسدا ما كان في فداء للبشرية المسيح لأنه إله نزلت روحه متحدة بطبيعته الإلهية وهناك لم يستطع الجحيم أن يقبض عليها مثل ما بيقول الإديس وحن الذهبي الفم في أردات الفصح أنه تناولت أرضا فألفتها سماء تناولت إنسانا فوجدته فوجدته إلها ومشان هيك لم تستطع الجحيم أن تطبق فاها على المسيح وهك المسيح حرر جميع المقيدين الذين في الجحيم هذي اللي بيسميه أبياء الكنيسي الصنارة والطعم أنه الرب وضع هذا الطعم في الصنارة يعني الصنارة الإلهية والطعم هو طبيعته البشري وهيك الجحيم لما أتت لتتناول هذه الطبيعة البشري الصنارة خلت فاها الجحيم مفتوحة ولم تستطع أن تضبط ما في داخلها وهيك منقول أنه كل الذين في جوف الجحيم خرجوا تماما كما خرج يونان من بطن الحود وهيك أنه المسيح بخروجه من الموت بقيامته من الموت حرر كل الذين اتحد بهم لأن المسيح لما صار إنسانا اتحد بكل الناس ووحد جميع البشر معه ضمهم كلهم إليه حتى يحررهم من العبودية للموت ومن ظلال الموت لكي يعيد للإنسان الحياة لأنه يليق بالإنسان الحياة الله خلق الإنسان على صورته ليكون حيا ليشاركه في مجده لا لكي يصير ترابا من جديد وليعود إلى العدم أبدا الرب ما شاء هذا بل أراد أن يعطي الحياة للإنسان والآن الإنسان الذي بجهل وغباوة سقط الرب يحبه ويأتي لكي ينقذه ويفديه من الموت بس بدنا ننتبه أن لا نفعل كما فعل يهو ذا الخائن أنه بعد ما نذوق حلاوة الرب ونشهد لعجائب الرب ولقيامة الرب أن نعود ونسلمه بثلاثين من الفضة أو نقبله قبلة غاشة نقول له السلام يا معلم تماما مثل ما الإنسان اللي بيعترف وبيتوب وبيجي بيتناول وبيرجع بعدين يخطئ بيكون عم بيعمل خطيئة كبيرة جدا فلنطعذ ونبقى ثابتين على الإيمان وما يكون عنا يأس يكون عنا رجاء هكذا الإنسان المؤمن له رجاء بالقيامة وبالخلاص وبيقول ما في شدة إلا بتزول أن الرب قوي وهو غالب للموت ويستطيع أن يعطينا الغلبة على كل تجربة له المجد في القديسين إلى أبد الدهور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر